أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة ناس كتير بتبقى عايزة تعرف إزاي تنظف طقم الأسنان المثبت على زرعات ناس بتبقى عاملة طقم الأسنان الثابت الدائم اللي بيبقى مثبت على زرعات بمسامير وما تقدرش تشيلها بنفسها وبيبقى ثابت زي أسنانها الطبيعية بتبقى عايزة تسأل إزاي تنظف طقم الأسنان دوت سواء محمل أو مثبت على زرعتين أو أربع زرعات الكل على أربع أو أول أنفور دانشر أو حتى ستة أو ثمان زرعات أي أن كان نوع أو عدد الزرعات الطقم بيبقى ثابت وبيبقى طبعاً نظافته محتاجة عناية خاصة لأن إهمال نظافة أنواع الأطقم ديت للأسف بتعمل لي مشاكل ورائحة فم كريهة وتراكم للبكتيريا والفطريات وبيعمل إزعاج لأن طبعاً المريض بيبقى صعب شوية ينظفه لأنه ثابت ولكن النهاردة هنتكلم إزاي ننظفه بخطوات سهلة وبسيطة أول حاجة هننقي فرشة أو هنختار فرشة تكون سوفت أو فرشة تكون مرنة وطرية مش عايزين فرشة خشنة عايزين فرشة طرية والأفضل تكون فرشة المخصصة لطقم الأسنان والمعجون اللي هنختاره يكون معجون غير كاشط يعني ما يكونش المعجين المبيضة أو المعجين اللي داخل فيها الفحم أو للمعجين اللي بتبقى مخصصة للمدخنين لأن كل الحاجات دي كاشطة وبتأثرلي على طبقة الطقم هنختار معجون من مواد طبيعية أو معجين الخاصة بطقم الأسنان اللي تنفع لتنظيف اللثة والفم بتبقى مكتوب عليها اتنين في واحد بنبتجي ناخد المعجون والفرشة ونبتجي ننظف طقم الأسنان من جميع الاتجاهات طبعاً الطقم العلوي والطقم السفلي من ناحية الخد ومن ناحية اللسان والأسنان من بره ومن جوه كأنك بتدعك أسنانك عادي ومن ننساش بعد كده تنظيف اللسان بعد كده هتبتجي مرحلة المضمضة الطبيعية لازم نمضمط بمضمضات طبيعية خاصة مع نوع أطقم الأسنان الثابت على الزرعة مهم جداً ممكن مثلاً مرة كل يومين 3 أمضمط بمية دافية وملح مفيش مشكلة كباية مية دافية مش سخنة وربعة معلقة ملح صغيرة وبدوبها كويس جداً جداً وببتجي أمضمط بيها كغسول وبعد كده بشطف الفم بمية ناس تقولي طب الملح مش هيأثر على الزرعات مش هيأثر لو أنا بستخدمها مرة كل يومين كل 3 يام مفيش مشكلة وبعد كده أعتمد على المضمضات الطبيعية زي مضمضة الأورنفل ببتجي أغلي الأورنفل وأستنى لما المية تهدى خالص وبصفيه وببتجي أمضمط بيه مضمضة الأورنفل مضمضة طبيعية هتشدلي اللافة هتقليلي الإلتهابات هتقليل الانتفاخ هتخلي رائحة الفم جميلة ومش هتأثر ولا على الطقم ولا على الزرعات وكذلك مضمضة النعناع مضمضة النعناع ببتجي أجيب وراء النعناع الفراش وببتجي أنقعه في المية المغلية وبعد كده استنى المياه تبقى فترة وأمضمط بمضمضة النعناع هتديني طبعا نتائج جميلة جدا انتم عارفين النعناع بيدخل في كتير من المضمضات والمعاجين وعلاجات الأسنان فطبعا يعني مش هتكلم على فايدة النعناع من حيث ان هو مضد للالتهابات ومضد للبكتيريا وبيشد لي اللثة وبيقلل رائحة الفم الكريهة بعد كده هتبتدي استخدم فلوس مخصوص يسمى سوبر فلوس السوبر فلوس ده زي خيط الطبي أو الدنتال فلوس العادي ولكنه مخصص ان هو ينزل تحت الكبري أو تحت طقم الأسنان زي ما انتوا شايفين في الصور بتبقى فيه نحية نشفة شوية ونحية طرية تقدر تدخلها تحت طقم الأسنان زي ما انتوا شايفين وتمررها ما بين قاعدة الطقم وما بين اللثة هتشلي كل البقايا الأكل وبقايا الطعام اللي موجود ما بين الطقم وما بين اللثة ودي طبعا أنصح بيها كل يوم يوميا لازم أعمل الطقم بالسوبر فلوس حلوة قوي أن أشتري جهاز الووتر بيك أو الخلة المائية مع الأطقم دي بالذات لازم أشتري الخلة المائية والخلة المائية في منها الشكل اللي انتوا شايفين واللي هو المتطور شوية في منه بيشتغل بالكهرباء بالبطارية بالشحن بيتحط فيه الميا أو بيتوصل بالحنفية دايريكت وبيبتجي يطلع ميا باندفاع هوا بميا بيبتجي يطلع لي كل حاجة ما بين قاعدة الطقم وما بين اللثة بدخل الخلة المائية ما بين اللثة وما بين الطقم غير أنه طبعا بينظف لي بقايا الأكل من الطقم نفسه حلوة جدا اللي مش هيقدر يشتريها لو سعرها غالي عليه بالنسبة له ممكن يشتري الجهاز اللي انتوا شايفونه دا قدامكم سعره أرخص بكتير منه ولكن هو محتاج تدوير شوية عليه ولكن هو سعره أرخص من الخلة المائية وبيؤدي نفس الغرض بيتوصل على طول على حنفية البيت العادية بيتوصل على الحنفية ومعها الأدابتور بتاعه لم يحتاج بطارية ولا شحن ولا كهرباء ومجرد بتفتح الحنفية تطلع من النوزل نوزل اللي انتوا شايفينها ديت بتطلع منها الاندفاع المية بالهوى وتنظف وتعمل نفس الغرض بتاع الخلة المائية يا سلام لو أحط مع المية اللي في الخلة المائية أحط معها مثلا شوية مضمضة مطهرة شوية مية قرنفل أو مية النعناع أي حاجة ما يبقاش فيها صبغات تصبغ لي الطقم هتنظف لي طبعا الطقم وهتطهر لي كمان الفم مع اندفاع المية مهم جدا 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 الزيارة الدورية لطبيب الأسنان على الأقل مرة كل ست شهور علشان نوع الطقم دوت ما بيتشلش بالمريض فلازم الطبيب يشيله على الأقل مرة كل ست شهور كل سنة على حسب طبعا ظروف المريض طبيب بيبتدي يشيل الطقم ده ويفك المسامير زي ما بنقول ويبتدي يشيل الطقم بالكامل ويبص على الزراعات وينظف حوالين الزراعات ويشوف الزراعات حواليها التهابات ولا لأ الزراعات لسه سبتة في مكانها ولا حصل فيها خلخلة بيبتدي يعمل لي تنظيف لللسة كحت لللسة كيرتاج لو محتاجين حوالين الزراعة يبتدي ينظف الطقم وينعمه ويلمعه ويرجعه كأنه جديد تاني بيبتدي يعمل أشعة ويبتدي يشوف مستويات العظم ويبتدي يشوف اللسة يعني بيعمل تشيك أب كامل على الفم وعلى اللسة وعلى الزراعات وعلى الطقم ولو محتاج أي صيانة طبيب الأسنان بيقوم بيها غير أنه ممكن يوصف لك مضمضات معينة أو أدوية مضادة للالتهابات أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ولو في حد عنده أي استشارة طبية بيكتب لي فيه التعليقات مش بس على موضوع النهاردة ولكن في مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة بفكركم أني بطلع معاكم بث مباشر بكون معاكم على الهواء مباشرة دايريكت لايف من حين لآخر بنكون مع بعض على الهواء مباشرة لاستقبال استشاراتكم واستفساراتكم التبية مش أطول عليكم ما تنسوش الإعجاب واللايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين لتعم الفائدة دا دعم منكم للقناة بتمنى لكم دايما يوم سعيد واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر